الخبر اولي عدنا عن ياسو اعترفه بحبها الويسام تيكيت فنزلت مقطع لحسابها بالتك توك وهذا المقطع يا حبايب شوفوه شونه كان بالضبط موسيقى هذي خلاه من الكوميتات انه تتفجر يقولون انه ويسام تيكيتها مو يحبك وقال انتو ويسام كونش لابقين للبعض فاتوا توقع يا حبايب انه كانت تقصده وانه هم رجعوا يحبون بعض بما انه بستبقهما كانوا علاقة حب بعدين تركوا فتوقعا حاليا رجعوا كعلاقة حب او مرجعوا مجرد اصدقاء اكتبوا احباب بالكوميتات شون توقعاتكم الموضوع وننتقل حاليا البيسان وهل هي اللي قت علاقة حب جديدة فهي هم نزلت على حسابها بالتك توك يا حبايب هذا المقطع ومخلاف ان هي تشال مبين عليها كل الزعلانة بالفيديو ووضح انها الفترة كلية مكتابة ولكن من نفس الوقت يا حبايب بالفيديو هذا مالتها تظهر بها هوايا شباب هو بدأ صورهم يعني شات قادوية ولدين رغم اكتوقعات ان هو واحد من اقرباها مو اكثر فهم للكومنتات اللي جاتيه يا حبايب اللي يقول لها ان شاء الله يكون هذا هو حبيبش لان هو احلى من ويسام عمودة غوري ووحد يكاتب لها ما شاء الله بتقعدي مع شباب اكثر مني هي وقالت للا انا ما عم نفسك فلتتوقع ان يا حبايب هي على علاقة حب جديدة خاصة بعض من تركتها ويسام تيكت ويمكن هو حاليا الاتجاء الي ياسو فاكتم للكومنتات شون توقعاتكم لهذا الموضوع وانتغل حاليا الدايلر والفيديو كليب الناري مالتج جديد فنزع على حسابة بالانستغرام يا حبايب هذا البوست اللي كان بيه لبرومو الفيديو كليب اللي رح يزيلكم هذا الخميس يا حبايب رح احطوكم يا شوفوه البرومو كلش نار رح احطوكم البرومو شوفوه نتغل حاليا المتابعين وكشوفهم الحقيقة اصابة بدر وخفوهم الاسم توني وكريس من الكومنتات اللي عادهم فحاليا اي واحد من عادكم يا حبايب رح يكتب اسم توني وكريس بقناة اصابة بدر فهذا الكومنت ما رح يطلع للأسف السبب ان هم حطوه بخانة اسمها خانة الكلمات المحظورة وهذا يخانة يا حبايب اي يوتيوبر عن تيام ميزة يعرفها يحط بها اسم اي يوتيوبر ما يريده يطلع على قناته اما بس بدليل يا حبايب لو ندخل عاخر مقطع نزلوا عصابة بدر ونكتب توني وكريس بعد نروح لكلمة احدثة اول عمدا فتعليق وتعليق الاشخاص على القواراية بما فظم زين رح لازم نغير الحساب عمو شوف هل التعليق حيطلع للناس او بلا بس تغيرون الحساب وتنزدون وتشوفون انه التعليق اللي كتبنا قبل شيء ما لعصابة بدر رح نشوفوا انه هو مطهر لانه هم مخافي من الكومنتات اللي عادهم بوصلوا يا حبايب اكتونا بالكومنتات شاركوا بحركة اصابت بدر وخفهم اسم توني وكريس من الكومنتات اللي عادهم وشانتو توقعون السبب بالضبط وننتقل حاليا الاخر شي يا حبايب والي هو المقطع اللي ازلت على القناتي الثانية اللي كان بيادل لك كل شنارية على حب قمر مار بنور مار اصلاح لكل يا حبايب رح نشوفه وردت فعلي كان هناك مقطع كوش خرافي الرابط بالوصف وبالتعليقات بوصلوا يا حبايب وننصرات مقطعات بمقطع عجبكم ونسو تون تفجروا هذا المقطع باللايكات وابتشان لكم في هذه المقاطعات مميكة القصص ومع السلامة